من صيدالية لأخرى يتنقل بعض المرضى بحثا عن دواء معين ورغم وفرته أحيانا إلا أن بعض الصيادلة يتركونه خصيصا لزبائنهم وهو ما رواه لنا بعض المواطنين الذين حكوا لنا تجاربهم مع هؤلاء الصيادلة أنا ضربتها مننا حتى لها وعاوت وليت وكما صبتوش قيت مراتتني دواء فهمتك؟ هو قال لي ما كاش وماد عاوت ودقوتها يا أختي حوسي لأني مت بسطر مرجلية نفس الفرماسية؟ نفس الفرماسية عاوت وليت لها لقيتها مرات بعدك أعطتني قلت هي هكي يا مادا حتى الدواء تلقاها بالمعرفة تروحي الفرماسية تقولي له استحقيت الدواء هذا هو تقدري تقولي كاين ويقول لك ما كاش يمده بالمعرفة احنا ماذا بناية ما تكونش عفسكي ما ذي تاعدوا ولا بالمعرفة قطرتك وتنحوصها لدواء البناتي تاعد الحمام قلت له المقطع تاني مقطع وكاين من داك يكون عنده دواء سحكي ما يقعش كليون تتاعو ما يبعلكش لمعرفة المزيد من التفاصيل قصدنا أحدى السيدليات بالعاصمة ومسييرة المكان أكدت لنا العكس وأن معظم المرضى الذين يتم رفض طلبهم غالبا ما يأتون دون وصفة طبية دون أن تنفي نقص بعض الأدوية كاين دفو يجونا هكايا باريزوم بيقول لكاتاني بلا غضونوس دفو يجو حل مواحد يجي يقول لك بلي أنا شتجاري يشرب هكا أنا شتجاري يشربت هكا يعني شتعجوستي صفك حنا تمان نقزيجي والغضونوس نقزيجي والغضونوس مش بسكو حنا ما نحبوش نمدو نقزيجي والغضونوس علاج المسلحة المريت دواء دواء نقص يمدو لك معلبلهم قاعد يتكبلي ما كاشدو في رحلتهم لاقتناء الدواء يعاني المواطنون بسبب عدم العثور على الدواء المطلوب وهو ما يزيد من معاناة المريض خاصة إذا كان فعلا يباع بالوساطة شكرا